وصلنا في الفيديو اللي فات الكلمة data structure اللي هي ببساطة أنواع البيانات اللي تاخذهم وإلا تستحقهم الخوارزمية باش تعطينا النتيجة اللي نحبوا عليه كمثال بسيط إذا كانت الخوارزمية متاعنا باش تعمل لنا الجامع متاع زوز أعداد فلهنا احنا مستحقين زوز أعداد يعني عدد أول وعدد ثاني تاخذهم الخوارزمية باش تقوم بالعمل امتاع لكن تصور انتي في عوض ما تعطي للخوارزمية زوز أعداد تعطيها زوز كلمات وإلا زوز حروف فلهنا باش تصير مشكلة علاش على خاطر الخوارزمية مبرمجة على انها باش تعمل جمع الزوز أعداد هذك علاش من اللول انتي لازمك تحدد لزنتري اللي باش تعطيهم للخوارزمية شنية نوحهم هل هما أعداد أرقام حروف كلمات إلى أخيري بطبيعة نعملو الشي هذا باش الخوارزمية متاعنا تخدم بالصحيح وما يصيرش فيها حتى خلل لمحالة الحكاية أكبر من هكا ببرشا فيما يخص موضوع لكن ما نتعمقوش برشا بداية ونحاولو ما نسبقوش لحداث ونخليو كل شي الوقت بيه نبدو في الصحيح توا نركزو شوية الموضوع مش سعيب ونحاولو نقدمو بالاختيوة مع بعض باش نفهمو الخوارزميات بالاقدام بطبيعة لازمنا لغة برمجة نطبقوا عليها الحاجات اللي باش نشوفوها الكل وانا اخترت لكم لغة السي بطبيعة الاختيار متاعي مهوش اعطيباتي انما على خاطر اللغة هذي هي اللغة اللي فيها تقريبا جميع مفاهيم الخوارزميات وننجمو انطبقوا عليها الحاجات اللي باش نشوفوهم الكل يعني من هنا فصعيدا كل خوارزمية باش نعملوها باش نحاولو انطبقوها على الحاسوب ونشوفو شنوها تعطينا ولانو فما برشا حاجات تتعمل لنوصل الاخر مرحلة اللي هي مرحلة الكودينج على الماشين لكن كما قلت لكم انشاء الله الشاي هذا الكل باش نشوفوه مع بعضنا ونتعمقو فيه في الفيديوهات الجايين الكل ورب يسأل المفيد نرجعو لللي بيه الفائدة وناخدوه مثال بسيط نبنيو عليه رحلتنا وبداية نبه نقولو احنا باش نعملو خوارزمية بسيطة اللي هي شنية اوكي اكزرسيس نميرو انا اكرير ان بروغرام كي برميه دافيشي المساج ولكم توالغوريب اوكي اوكي عندنا الخوارزمية بتاعنا باش تافيشينا مساج اللي هو شنوه ولكم توالغوريب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأو اول حاجة جيب ورقة وستيلوه حسيتك ما فهمتنيش اعمل بوست الفيديو وقوم يزيب لبخل جيب ورقة وستيلوه كان عندك حويجة تشربجو قهوة جازوز ما اللي تحب حط بحذاك خاطر باش نطولو شوية مع بعضنا واكيد ركز معايا بالقداع خاطر احنا طواه باش نتعلمو مع بعضنا اهم حاجة في الانفورماتي اول حاجة نعملوها وقبل كل شي هي اسم الخوارزمية وبالتباعة انت حر اللي هنا في الاسم اللي باش تختارو لكن يحب ذا الاسم يكون حاجة سينيفيكاتيش به نرجعو للمثال بتاعنا ونطبقه والاسم اللي باش نختارونا للخوارزمية هذي هو أفيشي مساج اذا في الورقة متاعك اللي جابتها بانسور اكتب الالغوريتم دو بوان أفيشي مساج يعني الالغوريتم اسمه أفيشي مساج اوكي اضعون كلمة الالغوريتم دو بوان قدامها أفيشي مساج الاسم اللي اخترناها اوكي بان اذا اول حاجة في الورقة هي اسم الخوارزمية وبالتبعه الخطوات اللي باش نعملوهم توا يتعاودوا مع كل اكزرسيس تمشيش توا تعمل كمنا هكا وانبعد تبطل تقول هاو تافى هالشي هذا رو هذا اللي باش يكونك شتقول لكي نختار اسم الخوارزمية باش نتكون أي خوية تتكون والكل نتكونها بالطريقة هذي وفي الاعادة افادة وفي الاعادة فهم وترسيخ للماء للمعلومة هذك عليش قبل يقولونا عاود خمسين مرة ومئة مرة باش ما تنسهاش يلا نتعداو اولي مبعد الاسم شنو اللي مبعد الاسم هما ليدوني باش شنو ما هاللي دوني ومنين نجيبهم ببساطة ليدوني هما الحاجات اللي تستحقهم الخوارزمية باش تخطب قبل تسميناهم انتريز وإلا لي زندخي نرجعو طوى للمثال متاعنا وانتب شنو ما مستحق الخوارزمية متاعنا باشتخده ببساطة ما مستحقين شاي لباش نعطوها عدد تحسبو لباش نعطوها حرف لباش نعطوها شي طوى ان شاء الله كنزيدو نقدمو نفهمو زاد حكاية لي دوني هذو ما اذا بالنسبة للحاجة الثانية اللي هي لي دوني معانا شي كالعادة نكتبو في الورقة متاعنا تحت الاسم اللي هو ذاك افيشي مساج لي دوني دو بوان ونخليوها فارغة على اساس انو احنا ما عاناش تدوني بالنسبة للخوارزمية متاعنا هذي طوى ثاني ثاني النتيجة متاع الخوارزمية يعني شنو باش تعطينا هالخوارزمية كريزولتان نرجعو للمثال متاعنا وانطبقو الخوارزمية متاعنا شنو يترجع سهلا ترجعو للمثال متاعنا الخوارزمية متاعنا الرزولتان متاعها هي افيشاج دميساج اذا في الورقة تحت لدوني اللي خليناها فارغة هذيك طوك نكتبو رزولتان افيشاج دميساج رابعا توا المرحلة المهمة اللي هي الكوردو الألغوريتم واللي الجسم الخوارزمية شمعناها معناها يا سيدي الخطوات اللي باش تتعمل باش تلوصنوا للنتيجة اللي حاشتنا بها ايواش ولهناج جاوبة التباعة يلا كل عادة ورقتنا ونكتبو اول كلمة في جسم الخوارزمية اللي هي كلمة ديوبيو بانسور كلمة ديوبيو هذيك تحت شنو تحت اخر حاجة كتبناها اللي هي كلمة رزولتان وافيشاج مساج اوكي اذا باش نخلي الماكينة تفيشيلي اي حاجة نحب عليها نستعمل كلمة اكرير فباش نفيشي هاك المساج المتاعلا شنعمل نكتب اكرير نعمل دو قيمة ونكتب ولكم توالغوريتم اكرير لنقصد بها لنا افيشيلي شنو تفيشيلي انتر بارانتاز باش نحط الحاجة اللي باش نفيشيها انا اللي هي شنية الدو قيمة معناها مساج ولكم توالغوريتم افيشيلي المساج اللي هو ولكم توالغوريتم ده طاوة سيئة من المفروض وصلنا للنتيجة اللي حاشتنا بها عليش على خطر سيئة قلنا لو افيشينا المساج متاعنا كهو فماشي حاجة اخر دو الملمو سيئة اذا اخر حاجة تحت اكرير اللي عملناها باش نكتبو فا شمعناها فا معناها نهاية جسم الخوارزمية متاعنا وبالتالي نهاية كتابة الخوارزمية يعطينا السحة هكا نكونو اكتبنا اول خوارزمية في مسيرتنا العظيمة وكيما نقولو ديما بداية الغيثي قطرة والخطوة اللي عملناها تستحق ناخذو استراحة صغيرة ونرجو اشتركوا في القناة